السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد في قناة ليرن لاب تعالوا نتعلم ونفهم التحاليل تنسوشوا اللايك وسبسكرايب تفعيل زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد واحنا ممكن نشخص ايه من عينة بول البول رغم ان الناس كتير بتعتبروا تحليل بسيط لكن هو من اهم التحاليل الروتينية اللي ممكن يساعدنا في تشخيص كتير من الامراض زي فرط نشاط المثانة والامراض المنقولة جنسيا وعدوى المسالك البولية والجفاف وامراض الكولة ومرض السكر والسكر الكاذب وامراض الكبد ونقص السوديون بالدم كل ده بيقول لنا ان بولك بيحمل كثير من الاسرار عن صحتك فعشان كده تعالى نشوف ازاي بنفحص البول البول بيتم فحصه على ثلاث مراحل وهما الفيزيكال اجزيميناشن يعني الفحص الظاهري والكيميكال اجزيميناشن يعني الفحص الكيميائي والميكريسكوبيك اجزيميناشن الفحص الميكريسكوبي خلينا متفققين ان كل مرحلة من دي بتدينا فكرة عن الفحص اللي بعده نيجي الاول فحص الفحص الظاهري بيتم فيه فحص اربع حاجات اول حاجة اللون درجة اللون بتساعدنا بباقي الفحص يعني هنلاقي مثلا لو ان البول كارلس يعني عديم اللون لون زي الميا كده فده ممكن يدل على ان الشخص ده بيشرب ميا كتير فبيقدي شرب الميا كتير ده لتغيير في توازن املح في الدم او ممكن يكون بعض الادوية المدرة للبول اللي بتخلي الشخص يتباول بشكل متكرر او ممكن برضو يكون مرض السكر وده بيسبب ان الشخص يتباول بشكل متكرر فبيخليه اشعر بالعطش الشديد فبالتالي هيشرب ميا كتير طيب لو لايت ييلو يعني اصفر فاتح برضو يمكن يكون علامة ان الشخص ده بيشرب ميا بكمية كفاية او عنده مرض السكر الكاذب وده بالانجليزي دايابيتس انسيبيدوس طيب بنسميه بالسكر الكاذب ليه لانه بتشابه في العراض مع مرض السكر الحقيقي زي التباول المتكرر وحالات العطش شديدة لكن بيكون لي اسباب تانية غير السكر العادي وده بيكون بسبب غالبا بيرتبط بمشاكل في هرمون ال-ADH وبنشوف البول باللون الاصفر وده اللون الطبيعي للبول ممكن يكون داركيلو او اصفر غامق وده بيشير ان الشخص ده بيعاني من جفاف خفيف ويحتاج ان هو يشرب ميا كفاية واللون البرتقالي برضو ممكن يكون بيدل ان الشخص بيعاني من جفاف وفي عندنا برضو بعض الفيتامينات بتحول البول من لون الاصفر للون البرتقالي وفي بعض الادوية برضو زي ادوية مضادة الالتهابات لون ال-Amber Yellow او اللون القهرماني اللي هو الاصفر بيبقى ماي للأحمرار وده ممكن يكون بسبب ان الشخص ما بينتجش كمية كفاية من البول فبيخلي ان البول تركيزه كتير وده ممكن يكون بسبب الجفاف او ممارسة التمارين الرياضية الشق وممكن برضو يكون علامة على وجود مشاكل في الكبد لان لو في مشاكل في الكبد بيكون في نسبة صفرة في البول ممكن تكون دي اللي غيرت لون اللون اللي بعد كده الاحمر بدرجاته سواء ردة او بنكة او بني محمر ممكن يكون اللون ده طبيعي في حالات معينة زي مثلا بعض الاطعامة اللي بتغير لون البول زي الشمندر اللي هو البنجر او التوت الاسود لكن طبع ممكن يكون سبب اللون ده وجود دم في البول وده اللي انا عرفه في المرحلتين التانين اللي جايين ووجود الدم ده ممكن يكون بسبب مرضي زي عدوى المسالك البولية وعدوى البورستاتا وحصل كلا تاني حاجة في الفحص الظاهري هو الكلاريتي الوضوح او صفاء البول هلا ان البول لو كلير يعني صافي هيكون ده البول الطبيعي او بسبب شرب كمية كبيرة من المية او في بعض الحالات زي ما قلنا زي السكر الكاد لو البول من الكلاود اللي تربط ده بيكون بسبب تعكير البول وده ممكن يكون بسبب عدوى في المسالك البولية او وجود حصة في الكرة او وجود بروتين او خلايا طلائية او كرات دم بيضة وممكن برضو يكون ناتج عن وجود بعض الاملاح الفحص الظاهري التالت وهو الفوم او الرغوة لو كانت الرغوة بيضة وبسيطة فده الطبيعي بتاع البول لكن لو كانت الرغوة دي مستمرة ومتكررة بكمية كبيرة فده ممكن يكون مؤشر على وجود مستويات غير طبيعية من البروتين وده ممكن يدينا مؤشر برضو ان في مشاكل في الكلا لان الكلا السليمة بتقوم بترشيح الفضلات والمية الزيادة من الدم وبتحتفظ بالبروتينات اللي بيحتاجها الجسم اخر حاجة في الفحص الظاهري هي الريحة الرائحة الايروماتيك للبول وده الرائحة الطبيعية للبول لكن لو رائحة امونيكال يعني رائحة امونيا او نشادر دي بتكون نتيجة ان البكتيريا بتكسر اليوريا الامونيا ممكن يكون البول في رائحة عفن ده بيدل على التهاف المسالك البولي لكن بقى لو البول في رائحة فواكه ده بيكون بسبب الاجسام الكوتونية نيجي بقى للمرحلة التانية وهي الفحص الكيميائي وده بيتم عن طريق غمص الشريط الفحص في البول وملاحظة تغيير اللون الشريط ده بيحتوي على 10 كواشف كل واحد فيهم بلون بيتغير على حسب التفاول هنقسم كل اتنين منهم لمجموعات علشان نعرف وظيفة كل واحد فيهم اول حاجة الفحص العام وده هيكون فيه اللي هي الكسافة البول وده عشان نعرف قدرة الكلا على تركيز البول والتركيز الطبيعي بيكون من 105 ل 1025 والبي اتش اللي اتعرفنا درجة الوسط بتاع البول ازا كان حمدي بيكون اقل من 7 وازا كان قلوي بيكون اكتر من 7 المجموعة البعدها خاصة بالمسالك البولية وبيكون فيها البروتين وفي العادة انه هو مفروض مفيش بروتين في البول لكن في بعض الاحيان بيتم اطلاقه بكمية صغيرة وده بيكون بسبب واقوف الشخص الفترة طويلة وده بيسميها باسترال بروتين يوريا وفي حالة الحمل والتمرين الرياضية الشقة وفي حالة الحمى وبيتزيد في بعض الامراض خاصة امراض الكلا بلد يعني الدم الطبيعي ان الكشف ده يكون سلبي ايجابيته بالدل على وجود هيمولوبين وده السابقة اللي موجوده هو كرات دم الحمر او مايكلوبين وده بروتين موجود في العضلات او كرات دم الحمر نفسها المجموعة اللي بعدها اضطراب في الكاربوهايدرات وهيكون فيها الجلوكوز وده نوع من انواع السكر موجود في الدم وده بيظهر في البول لما بيكون مستوى السكر في الدم مرتفع جدا زي ما بيحصل في مرضى السكر اللي مش مزبطين سكره ممكن يكون موجود برضو بسبب مرض في الكلة او مشاكل في الغدة القذرية كيتونز ودي الاجسام الكيتونية والطبيعي بتاعها عدم وجودها في البول لكن في نفس الوقت ممكن يكون طبيعي في حالات الصيام لفترة طويلة وهو بيكون نتيجة تكسير الدهون لامداد الجسم بالطاقة لكن ايجابيته مع جباية الجلوكوز بيدل على حالة مرضية اسمها دايباتيك كيتو أسيدوزيز المجموعة اللي بعدها اضطرابات الكبد والدم وبيكون فيها البلعوبن او الصفرة والطبيعة ده موجودها في البول واجابيتها بيدل على مشاكل في الكبد او المرار ممكن تعرفوا اكتر عن البلعوبن في الفيديو اللي موجودة على القناة تاني حاجة اليورو بايلونجي وده طبيعي وجوده بنسبة بسيطة في البول وبيكون نتيجة تكسير البلعوبن اخر مجموعة عدوى المسالك البولية ليكوسايتز وهي خلايا قرات الدم البيض ووجودها بيدل على التهاب في المسالك البولية تاني حاجة نيتريتز والطبيعة عدم ايجابيته تكون تحويل نيتراتز لنايتريت وده بيحصل من خلال البكتيريا الضرة فبالتالي وجوده بيدل على وجود بكتيريا ضرة مسببة عدوى مسالك بولية نيجي الاخر فحص معنا هو الفحص الميكريسكوبي وده بيأكد لنا كتير من الفحص الظاهري والكيميائي اول حاجة اللي هي كرات دم البيضة والطبيعة بيكون من صفر للخمس كرات بنشوفها تحت الميكريسكوبي ارتفاع عن الطبيعة يدل على وجود عدوى في المسالك البولية او التهاب تاني حاجة قرات الدم الحمرة والطبيعي برضو من صفر للخمسة ووجود الدم في البول ممكن يكون بسبب التهاب او جرح او مرض في الكلة بعد كده الكريستلز الاملاح وبعد الاملاح بتكون وجودها طبيعي مع الزيادة في اكلة انواع معينة من الاطعامة وبعض المشروبات ومنها وجودها بيدل على مشاكل وهنا اسمع الاملاح موجودة في الوسط الحمضي واملاح موجودة في الوسط القلوي واملاح موجودة في الاتنين الاملاح الموجودة في الوسط الحمضي زي الامورفاس يوريز والسوديوم يوريز واليوريك أسد والسيستين والكلسترول والبلروبين كريستل اما القلوي هللاه الامورفاس فوسفيت والتريبل فوسفيت والكالسيوم فوسفيت والكالسيوم كاربونات والامونيوم بايوريت اما اللي ممكن نشوفهم في الوسطين الكالتين موكزيلات والتيروسين والليوسين والامبسيلن اللي بعد كده المايكرو ارجنزم وهي الكائنات الضقيقة يندرك تحتها البكتيريا ووجود بكتيريا بشكل كبير ممكن يشير العدوى في المسالك البولية الياستا ووجودها بيشير لعدوى فطرية في الجهاز البولي ومن اشهرها الكنديدة ترايكمونس وهو طفيل بيسبب مرض اسمه ترايكمونس فاجينالس وبينتقل عن طريق الجنس بعد كده الباراسايتس طفيليات الطبيعي ان ما فيش طفيليات في البول من الطفيليات اللي ممكن نشوفها في البول انتروبياس فرميكلاريس او الاسم المشهور بتاعها الاكزيوراس ودي دودة اصلا بتصيب الجهاز الهضم لكن لكون الدودة بتحط بويضاتها حولين فتحة الشرق والقرب فتحة الشرق من فتحة تنسلية عند الاناس فممكن نشوفها في البول وخاصة في الاناس الاطفال وبنعتبرها تلوس عينة البول بالبراز وعندنا بوايدة الشيستيزومة هيماتوبيام ودي بوايدة البلهريسية البولية وكلمة هيماتوبيام باللاتيني يعني البول الدموي لانها بتعيش في الاواية الدموية حولين المسانة وبتسبب التهاب ونزيف في الجهاز البولي بعد كده الابيسيليال سيلز وهي الخلايا الطلائية عندنا ثلاثة انواع من الابيسيليال سيلز اول نوع ترانزيشنال ابيسيليال سيلز وده بيكون موجود في بطانة المسانة والحليبين واجزاء من الكلام وجود عدد كبير من الخلايا دي بيشير الالتهاب في المسانة او الالتهاب الحليبين او وجود حصوات بولي سكيوماتس ابيسيليال سيلز والخلايا دي المبطنة لجدار مجرى البول فطبيعي وجودها في البول وبنشوفها بكمية كبيرة خاصة في النساء النوع التالت والاخطر كدني ابيسيليال سيلز والخلايا دي بتكون موجودة في الانبيب الكلوية بالكلة ووجود عدد كبير منها بيكون مؤشر مهم جدا على وجود امراض في الكلة الكستس يعني القوالب او الاستوانات ومنها السيلولار كستس يعني استوانات بيكون داخلها خلايا زي الويت بلاد سيلز كستس وبتكون استوانات داخلها كرات دم بيض وبتشير الالتهاب كلوي حاد او التهاب في المسالك البولية والريد بلاد سيل كاستيز بتكون برضو استوانات جواها خلايا دم حمر وبردو تعتبر مؤشر قوي على التهاب الكلام عندنا كمان الجرانيولر كاستيز وجرانيولر يعني محبب وده لانها استوانات داخلها حبيبات وبتتكون من بقايا خلايا محطمة وبروتينات هايلين كاستيز وبتتكون بشكل اساسي من بروتين اسمه تام هارسفال وممكن يظهر بعد ممارسة الرياضة الشديدة او الجفاف او الاجهاد عندنا الفاتي كاستيز والويكسي كاستيز ودي من اخطر الكاستيز اللي بنشوفها لانها بتعتبر مؤشر على امراض الكلة المزمنة او الفشل الكلة والحاد وبكده نكون خلصنا تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وتدعو لأهلنا بغزة